فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال ونحن نذكر ما يدل على أن مخالفتهم مشروعة في الجملة مشروعة في الجملة يعني وإن كان بعضها أكد من بعض بعضها حرام وبعضها مكروه إذ كان هو المقصود هنا أما تمييز ذلالة الوجوب أو الواجب عن غيرها وتمييز الواجب عن غيره فليس هو المقصود هنا نعم لأن المقصود ذكر قواعد في التشبه ليس المقصود الاستقصى في جميع أفراد التشبه فإن هذا كما سبق في كلامه رحمه الله أن هذا يستدعي كلاما طويلا ويستدعي مؤلفات كثيرة ولكنه يقاعد قواعد في هذا الكتاب للتشبه الممنوع قال رحمه الله وسنذكر إن شاء الله أن مشابهتهم في أعيادهم من الأمور المحرمة فإنه هو المسألة المقصودة بعينها وسائر المسائل إنما جلبها تقرير القاعدة الكلية العظيمة المنفعة نعم ومن الأمور التي يحرم تشبه بهم فيها وهي المقصودة تشبه بالكفار في أعيادهم